السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبت وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني لعدادي إن شاء الله النهاردة معدنا مع نوفمبر تيست اللي هو حل اختبار شهر نوفمبر إن شاء الله الحل هيكون من كتاب المعاصر بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمه نبلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعالوا الجرس علشان يصلكوا كل جديد بناديه إن شاء الله يلا نبدأ مع بع السؤال الأول ده سؤال الليسنينج يا سنة تانية السؤال طبعا ده أنت بتستمع لنص الاستماع وبعد كده بتحاول تجاوب على الأسئلة طبعا من الأفضل إن أنت تقرأ الأسئلة قبل ما تستمع للنص تاخد فكرة كده عن الأسئلة الأول وبعد كده تسمع النص وتحاول تجاوب حاول إن أنت بعد ما تستمع للنص توقف في الفيديو وتجاوب لوحدك على الأسئلة وبعد كده ترجع تشغل الفيديو تاني وتشوف الأسئلة بتاعتك أو الإجابة بتاعتك صحة أو خطأ كنوع من أنواع التدريب على السؤال نسمع كده مع بعض بيقول لي السؤال الاول بيقول لي استخدموا ايه علشان لصنع طبعا الطعام استخدموا البوت لالقوان السؤال الثاني ده سؤال الدالوك سؤال المحادثة مهم جدا ان احنا نقرأ سؤال المحادثة كاملا وبعد كده نبدأ نجاوب على الاسئلة طبعا لان طبعا اجابة السؤال ممكن تكون مرتبطة بالنقاط اللي هي بعد كده بيقول لي ايمن بيسأل اشرف عن اهمية طبعا جامعي القمامة طبعا العنوان ده مهم جدا كمان لانه بيعرفنا الدالو وبيتكلم عن ايه وكمان ممكن يكون فيه اجابة سؤال طبعا ايمن بيقول what do you think of rubbish collectors سؤال what do you think of معناها ما رأيك في ما رأيك في جامعي القمامة قال له I think they are not اعتقد ان هما ايه طبعا احنا مش هنحدد الصفة بتاعتهم الا لما نكمل قال له heroes ابطال يبقى قال له I think they are heroes اعتقد ان هما طبعا ابطال عرفنا منين لما كمن سألوا سؤال تاني قال له because they do something very useful لانهم بيؤدوا شيء ايه مفيد جدا يبقى عايز يقول له لماذا لماذا هما ابطال ممكن يقول له why do you think they are heroes ليه بتعتقد ان هما طبعا طبعا heroes are the other ابطال قال له because they do something very useful لانهم طبعا بيؤدوا شيء مفيد جدا فسأله سؤال تاني ايمن قال له the city would be terrible without them ايش المدينة هتكون فضيعة بدونهم يبقى عايز يقول له ايه الشيء المهم ده ممكن يقول له what is it ايه الشيء المهم ده او what is مثلا this useful thing ما هو الشيء المهم هل عمال النظافة في الشوارع طبعا مهمين يقول له طبعا yes of course نعم بالطبع ايوه هم بالطبع مهمين what should we do to help them ماذا يجب ان نفعل لمساعدتهم ان احنا نعمل ايه we should يجب علينا طبعا ان احنا نضع القمامة في صندوق القمامة we should but but rubbish يجب ان احنا نضع القمامة in the pens في السلال ده طبعا طريقة ان احنا نقدر ان احنا نساعدهم بها السؤال اللي بعد كده ده قطعة الريدنج طبعا احنا بنقرأ القطعة ولما بعد كده بنجاوب على الاسئلة بيقول لي the ancient Egyptians had a great culture and great history القدماء المصريون كان لديهم ثقافة culture ثقافة ثقافة عظيمة وكمان تاريخ عظيم they were the first to make some important objects هم كانوا الاول في صنع اشياء مهم او بعض الاشياء المهم objects from the past اشياء من الماضي can help us to understand what life was like many years ago ممكن ان هي تساعدنا ان احنا نفهم شكل الحياة منذ سنين عديد in ancient Egypt في مصر القديمة many people used mirrors to help them burn around their eyes العديد من الناس استخدموا المرايات لكي تساعدهم انهم يلونوا حول اعينهم this was not just to make them look good ولكن ده كمان ما كان شيء علشان يخليهم يبدوا جيدين the paint helped to protect their eyes from the sun التلوين ده كان بيساعدهم انهم يحموا عينهم من الشمس and kept away insects ويبعد عنهم الحشرة then mirrors were made of metal المرايات كانت مصنوعة من المعدن and had interesting design وكمان كان عليها تصاميم ممتعة او شيقة also the ancient Egyptians used pots and bowls for making food ايضا الكدماء المسرين استخدموا الاواني والسلطانيات for making food لصنع الطعام these objectives الاشياء ده were made of clay اللي هي ايه البوطس and apples الاشياء ده كانت مصنوعة من الايه من الكلي اللي هو والطين السلصال which came from the river night اللي هو كان بيأتي من نهر النيل on the other hand ده على الجانب الاخر the ancient Egyptians like playing games like senate القدماء المسرين كانوا بيحبوا لعب الالعاب مثل لعبة السنت senate boxes have 30 squares الصندوق السنت كان فيها 30 مرب this box is made of what الصندوقت كان مصنوع من الخش and is about 3,500 years old كان حوالي عمر حوالي 3500 سنة some people didn't have senate boxes بعض الناس مكانش عندها صندوق السنت but they still played the game ولكن هما ما زالوا مليعبوا الله they drew the squares on the floor كانوا بيرسموا طبعا المربعات على الارض السؤال الاول بيقول لي the ancient Egyptians اللي هما المصيرون القدماء used to not to paint around their eyes استخدموا ايه علشان يلونوا حول عين boards اللوحات ولا mirrors المرايات ولا tables اللي هي الترابيزات ولا الكاردز طبعا هما استخدموا الميررز the underlying words look good الكلمات اللي تحتها خط دي اللي هي look good تبدو جيدة means being ما تعني كونك اجلي قبيح beautiful جميل طول طويل ولا هابي سعيد طبعا هي beautiful جميل senate boxes have 30 نقط صناديق السنة كان فيها 30 ايه squares مربعات triangles مسلسات circles دوائر ولا rectangles مستطيلات كان فيها 30 squares السؤال اللي بعد كده بيقول لي what is the main idea of the passage ايه الفكرة الرئيسية في القطع طبعا السؤال ده مهم وطبعا سؤال سهل وطبعا سؤال مضمون لان طبعا احنا ممكن نكتب اكتر اجابة المهم ان هي تؤدي المعنى في القطع طبعا القطع كلها بتتكلم عن الاشياء من الماضي ممكن اقول ايه objects from the past اللي هي الاشياء القدماء المصريون why do you think people draw squares on the floor لماذا تعتقد انهم الناس كانوا بيرسموا او بيرسموا المربعات على الارضية ليه طبعا because they didn't have senate boxes اهي because they didn't have senate boxes لان هما مكانش عندهم صندوق السنت لذلك هما كانوا بيرسموا المربعات على الارضية what do the underlying words these objects refer to طبعا الاشياء اللي هي these objects دي بتشير الى ايه بعد كده بيقول لي what do the underlying words these objects refer to طبعا الكلمات اللي تحتها خط هي these objects بتشير الى ايه احنا قلنا ان هي كانت بتشير الى pots and pools pots and pools الاواني اه والحاجات اللي هما كانوا بيستخدموها للطبخ بعد كده سؤال choice سؤال مهم جدا احنا بنطبعا بنقرأ السؤال وبعد كده بنجاب بي نفهم السؤال وبعد كده بنقرأ ايه الاختيارات الموجودة عندنا ونحاول ان احنا نترجم الاختيارات طبعا ونعرف معناها وبعد كده نختار الاختيار الصحيح and not helps people who are poor or don't have a home ايه اللي بتساعد الناس اللي هما فقراء او ليس لديهم منزل هي ايه اللي بتساعدهم الكونترسايد الريف ولا تشارتي الجامعية الخيرية ولا الناتشر الطبيعة ولا السكول المدرسة طبعا اللي بتساعد هي تشارتي الجامعية الخيرية عرفنا منين لما ترجمنا كل الاختيارات الموجودة عندنا عرفنا ان دي الاجابة الصحيح a terrible event حدث فظيع such as an earthquake مثل الزلزال او الهزة الارضي is a not هو ايه فولكينو بركان ولا فلوت فيضان ولا ديزاستر كارثة طبيعية ولا كارثة سوري ولا بورتي طبعا هو ديزاستر كارثة a and not is someone who works for no money هو الشخص اللي بيعمل بدون مال هو الفولنتير المتطوع ولا الانجينير المهندس ولا التيتشر المعلم ولا البيشنط الصبور طبعا هو الفولنتير المتطوع نكمل مع بعض بيقول لي اذا انشانت ايجيبشن اللي هم دكتورز الاطباء المصريون القدماء not down their ideas كانوا بيعملوا ايه افكارهم عايز اقولوا كانوا بيدونوا افكارهم يبقى put down ولا meet down ولا root down ولا took down هو root down write down معناها يسجل او يدون this chemical helps to not away mosquitoes طبعا المواد الكيميائي دي بتساعد عايز اقول في ابعاد البعود هي put away ولا give away ولا keep away ولا run away طبعا هي keep away keep away معناها يبعد bees and ants طبعا اللي هي النحل والنمل are هما ايه حيوانات ولا plants نباتات ولا birds تيور ولا insects حشرات طبعا هما insects ali's uncle work works for a big oil not in the UAE طبعا اللي هي طبعا بقول عم علي بيعمل صارح شركة ايه في المملكة المتحدة طبعا هو ال UAE اللي هي United اللي هي Arab Emirates اللي هي الامراض طبعا هنا بيعمل في oil company اللي هي شركة بترون طبعا ال UAE United Arab Emirates طبعا اللي هي المملكة الامارات المتحدة when we sat down for a picnic لما بنجلس طبعا لما بنجلس لعطلة lots of runners الكسير من العدقين through the park عايز اقول ايه لما جلسنا when وماضي بسيط انا عندي هنا ماضي بسيط يبقى الجملة اللي عندي ماضي مستمر يبقى انا هنا we're running حدث كان مستمرا عندما قطعه حدث اخر they moved to a bigger flight a year later طبعا هم انتقلوا الى شقة اكبر بعدها بعام I was born عايز اقول ايه while ولا ago ولا when ولا from طبعا when I was born عندما ولد my grandfather used to not football when he was young عايز اقول جدي اعتاد ان يلعب كرة القدم عندما كان صغيرا احنا قلنا ان يوز دو اعتاد على فعل شيء في زمن الماضي ولكن لا يفعله الان ويجي وراها الانفناتف اللي هو الفعل في المصدر بدون اي اضافات يبقى used to play بعد كده سؤال correct بيقول لي my uncle used to be a firefighter but now he is a police officer عام يعتاد ان هو يكون firefighter رجل اطفاء ولكن الان هو ضابط شرطة احنا قلنا ان قاعدة used بيجي معها to والانفناتف بيبقى used to be did not use give money to charity but now she does عايز اقول ان هي ما كانتش بتعودة تعطي اموال للجمعية ولكن دلوقت هي بتعمل احنا عايز اقول بينامى بينامى بيالتقط صور للحيوانات فقد التليفون بتاعه حدث كان مستمرا عندما قطعه حدث اخر طبعا مهم جدا نراجع على الوحدات سنة ثانية هو اللي سيفيد في حل سؤال correct طبعا هنا عندنا كريم مفرد يبقى الموض المستمر was aware والverb ing بيستخدم وعندي فعل take بينتهب ال i بنخذ في ال i ونضع ing while mona was playing tennis she hurts her arm عايز اقول بينما مونا بتلعب tennis ازت درعها يبقى she hurt hurt بس بعد كده بيقول write an email of 90 words to your friend خالد اكتب email من 90 كلمة لصديقك خالد يبقى هتقول to mean to خالد to tell him about what we should do to help the environment لو تخبروا عما يجب ان نفعله لمساعدة البيئة يبقى وصديق من اكتب اكتب الايميل والسبجكت اللي هو طبعا عنوان او موضوع الايميل وبعد كده بابدأ بابدير اللي هي معناها عزيزي واكتب اسم الشخص اللي انا هبعاكله الايميل فهنا عندنا تو خالدي باباقول ايه دير خالد عزيزي خالد وقام ابدأ بابا الايميل بتاعي اسب مسافة كده في الاول واكتب بابا جملة افتتاحية كده كيف حالك او انا سعيد ان انا اكتب لك وابدأ بقى دي جملة بنسميها جملة افتتاحية وابدأ بقى اكتب له الايميل او موضوع الايميل بتاعي عن ايه عن ازاي ان انا اساعد البيئة واجه طبعا في الاخر واكتب جملة خاتمة اللي هي طبعا سي يوسون اراك قريبا وبعد كده بقى بمض اسمي يورز اللي هو المخلص لك واكتب طبعا يورز مين يورز علي صديقك علي ده ازاي تكتب ايميل طبعا احنا ان شاء الله هنزل شرح مبسط لسؤال الايميل وكمان هنتطرق لبعض الموضوعات الموجودة عندنا في المنهج وبرضو هنشرح ازاي تكتب باراجراف طب لو جالك بقى اكتب باراجراف عن الموضوع ده مثلا عن ازاي نحمل بيه طيب ده كله الايميل احنا هنا هنشرح كده انا عندي مثلا دي الصفحة بتاعتي اللي انا هكتب فيها الباراجراف اول حاج بكتب طبعا عنوان الباراجراف بتاعي وبعد كده ببدأ الصفحة عبارة عن سطور كده ببدأ بقى اسيب مسافة كلمة في بداية الايه السطر الاول اسيب بس مسافة كده اعرف الايه اللي هيقرأ اني ده بداية الايه الباراجراف وبعد كده ابدأ الباراجراف بتاعي عادي خالص باول حرف فيه الجملة كابتل وابدأ بقى اخرج جملة فلسطوب وابدأ بقى برضو الجملة بحرف كابتل ولكن بقى في السطر التاني من اول السطر التاني وبقيت السطور ببدأ بقى من اول الايه من اول السطر عادي خالص ولازم يكون فيه تنصيق كده لشكل الإيميل يعني ما سيبش هنا فراغات في آخر السطر هنا لأكمل أفضل مكمل ومحافظة على شكل البراجراب بتاعي أو الشكل العام بتاعي طبعا لازم حافظ على السبيلينج والجرامر صح وكمان يا جماعة كلما كانت الجمل قصيرة كلما قلت الأخطاء سواء في السبيلينج أو الجرامر حاول أن أنت تكتب جمل قصيرة ولكن تؤدي نفس المعنى طبعا علشان تقلل الأخطاء وبكده نكون مصلنا لنهاية فيديو النهاردة اللي عنده أي سؤال أو محتاج شرحة أي جزئية في المنهج اكتب لي في كومنت مع تمنياتي بدوام التفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته